أهلا بكم متابعين الكرام عاجل وفاة الفكهاني لاعب نادي بيتروجيت الصابق في الملعب أثناء التسخين توفي منذ قليل محمد الفكهاني لاعب نادي بيتروجيت واتحاد الشرطة المعتزل ابن محافظة بني سويف أصر سقوطه مغشيا عليه بملعب الساحة الشعبية بمدينة بني سويف أثناء استعداده لمباراة كرة قدم ودية مع بعض أصدقاؤه وقال توني عصام عضو لجنة الحكام الرئيسية رئيس نادي الشبان المسلمين توفي أصر توقف عضلة القلب أثناء استعداده للعب لكرة القدم مع أصدقاؤه فسقط مغشيا عليه ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله لأحد المستشفيات الخاصة لمحاولة إسعافه وأضاف رئيس نادي الشبان المسلمين أن الفكهاني بدأ مسيرته القروية في نادي تليفونات بني سويف قبل أن ينتقل لعدد من الأندية بالدور الممتاز أبرزها نادي بتروجيت واتحاد الشرطة وأنهم سيرته القروية في الموسم الماضي بمشاركته مع نادي الشبان المسلمين بدور القسم الرابع ليعتزل نهاية الموسم ويتجه لإنشاء أجدامية لبراعم كرة القدم إن لله وإنا إليه الراجعون اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل جديد شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة